ازاي ايك وصنة ربع عاملين ايه? ان شاء الله النهاردة هناخد درس جديد والجهاز الهضم للانسان وزي ما اخدنا في الدرسين اللي فاتوا تكيفات الحيوانات والنباتات مع البيئة بتاعات هناخد تكيفة الانسان مع الاجهزة الداخلية بتاعته. طيب. تخيل كده انت راجع من بعد المدرسة او التمارين او النادي وداخل من الباب البيت بتقول اول حاجة لما ايه يا ماما انا نجع عين انا عايز اكل. طيب ليه لما احنا بزلنا مجهود حسنا بلجوع. لان لما احنا بنبزي المجهود بنكون استهلكنا كل الطاقة اللي موجودة في جسمك. لان الطعام هو اللي بيمد الجسم بالايه? بالطاقة. طيب. هو ليه بيمد الجسم بالطاقة? قال عشان نقدر نجري ونتحرك. ليه برضو عشان نقدر نفكر ونذاكر. عشان نقدر نتكلم. وكمان الاجهزة اللي موجودة في جسمنا محتاجة طاقة. طب يعني ايه اجهزة يمس زي الجهاز الهضمي والتنفسي والعصبي الاجهزة دي محتاجة طاقة عشان تقدر تقوم بالوظائف الحيوية عشان تقدر تمدنا بالطاقة عشان تقدر نتحرك ونتكلم ونفكر زي ايه زي القلب القلب محتاجة طاقة عشان ينبض زي الرئتين محتاجة طاقة عشان تتنفس زي عقلك محتاجة طاقة عشان ايه عشان نفكر تتخيل كده انت نزلت المدرسة الصبح من غير ما تاكل وكمان نزلت الفصحة ونسيت تاكل السندة وتشاج بتاعتك اول ما المس تدخل للفصل وتبدأ تشرح انت تبقى عامل ازاي هتبقى تعبان ومش قادر تفكر ولا قادر تركز ولا تجاوب مع المس مهلا كده ان الطاقة بتاعتنا ليه اهمية ايه اهمية الطاقة بتاعتنا لتمكن الانسان من المشي والتحدث والنوم مراقم اتنين ان هي بتساعد الجسم على اداء وظائف الداخلية وفهمنا ان الوظائف الداخلية هي خاصة بالاجهزة العصبية والهضم والتنفسي هي خاصة بالقلب والرقاتين والعقل طيب تعالوا بقى نشرح الجهاز الهضمي انا فهمنا كده اهمية الطعام او الاكل في جسمك صاحبنا اللي قدامنا ده بيأكل قطعة لحمة اسمه فاروق بيأكل قطعة ايه لحمة ايه ما صار قطعة اللحمة جوه الجسم عشان الجسم يستفاد منها قطعة اللحم دي اول عضو بيبدأ بهضمها بقاط من اللحمة بتقطيع اللحم هو مين قال للفم الفم ده جوه مين قال للأسنان الأسنان دي بتعمل على ايه تفتيت وتقطيع وطحن الطعام الى قطعة ايه صغيرة عن طريق المضغ طيب حاول كده وجرب وسيب لقمة بققك شوية تحيس ان اللقمة دي بقت مبلولة بقت طرية تمام مين اللي خلها تبقى طرية اللعاب يبقى اللعاب يامل على ترتيب الطعام عشان يبقى سهل ان هو ايه يتبلع طيب تخيل كده لو ما فيش اللعاب ده ريئك اللعاب ده هو ريئك تحيس ان اللقمة نشفة ولما بتنزل زورك تجرحه وما بتقدرش ان انت تبلعه طيب موجود ايه هو الفم اللسان اللسان بيعمل ايه اللي بيعمل على دفع الطعام من الفم للمريق بيزق الطعام من الفم للمريق المريق ده عبارة عن ايه قنبوب عدري شبه الخرطوم بيوصل الطعام من الفم لمين للمعدة المعدة دي عبارة عن يعني بيشبوها بالخلاط كده بتعمل على خلط الطعام جوه ببطننا بالعسرات الهضمة بتاعتها اللي بتسمى بالانزيمات بتحاولها من حالة صلبة لحالة سائلة والعملية دي بتسترج عدة ايه الساعات طب بعد ما تهضم في المعدة هيروح فين قال للامعاء الدقيقة الامعاء الدقيقة هي عبارة عن ايه قال لي عبارة عن امبوب طويل متعرج يصل طوله 6 متر يا يا مست 6 متر طويل قوي ايوة هو موجود ملفوف وموجود داخل تجويف البطن ده هو وظيفته ايه يا مست بيعمل على استكمال عملية الهضم بيكمل عملية الهضم بتاعت الطعام اللي جايله الطعام ده جايله منين من المعدة عنده عصارتين اتنين عصارت الكبد وعصارت البنكرياس دي حاجات بيفرز على الاكل عشان تسهل هضمه كبد وبنكرياس يبقى تاني وظيفة الامعاء الدقيقة هي بتاكون باستكمال عملية الهضم طب بعد ما تتهدم بتتحول ايه لعناصر جزائية عناصر جزائية دي عشان يقدر للجسم يستفد ايه منه طب خلاص الوقت هضم هيوصل للجسم ازاي؟ بالشعيرات الدموية وهي عبارة عن انبوة نبيب طويلة بيجري فيها الدم بتقوم بنقل العناصر الجزائية دي لجميع اجزاء الجسم حتى يستفد الجسم ايه؟ حتى يستفد الجسم منها وهي بتبقى موجودة في جدران الامعاء الايه؟ الدقيقة طيب حاليا مثل الاكل اللي كانت كله بتهدم؟ لأ في اكل الجسم بيستفد ما بيهدموش ما بيستفدش منه بيروح في الامعاء الغليزة الامعاء الغليزة دي وظيفة ايه؟ بتنتص السوايل اللي موجودة في الطعام الغير مهضوم ده وبتحاوله لمواد صلبة لمواد صلبة بسمية فضلات بتطلع عن طريق فتحة ايه؟ الشرج خلاص؟ يبقى انا راجع ده ننجازة هضمي الفم في الأسنان الأسنان بتقوم بتفتيت وطحن الطعام عن طريق المض اللعاب بيعمل على ترتيب الطعام وبلع بسهولة اللسان بيدفع الطعام من الفم لمين؟ للمريه المريه عبر عن أنبوب عضري بيدفع الطعام إلى المعدة المعدة بيشبوها بالخلاط إنها بتعمل على خلط الطعام بالسوايل وبالعصارات الهضمة بتاعتها اللي بتسمى بالإنزيمات بتحاولها من حالة صلبة لسائلة بتستمر للساعات لما عادت دقيقة أنبوب طويل متعارك طوله 6 متر بيكمل عملية الهضم عنده عصارتين اتنين كابت وبين كرياس وبعد ما بيكمل عملية الهضم الشرات الدمية بتنقل العناصر الجزائية دي وتوزحها لجميع أجزاء الجسم طب الأكل اللي مش مهضوم بيروح الأمعاء الغليظة بيمتص منه السوائل ويحاولوا لفضلات صلبة بتخرج من الجسم من خلال فتحة فتحة الشرات ديت يا سنة رابعة مكونات الجهاز الهضم فم مريه معده أمع دقيقة أمع غليظة فم مريه معده أمع دقيقة أمع غليظة وبعد كده فتحة إيه يا سنة رابعة فتحة الشرات طيب هناخد كده كآلة نفهم بيها أكتر زي عملية الهضم بالتم ركزوا معي يا سنة رابعة الجهاز اللي قدامنا ده أول جزء ده هو مين الفم بيعمل على الطحن السنان اللي جابت من الطحن الطعام أهي تمام طيب طحن الطعام طيب الجزء اللي بعده هو مين ها شطرين بعد الفم مين المريق قلت المريق ده شبه مين الديلافري بيوصل الطعام من الفم للمعدة يبقى العضو اللي بعد المريق مين قال للمعدة طب المعدة بتخدم الطعام عن طريق العسرات الهضمة اللي بسميها إيه انزيمات شطرين طب بعد ما تهضمت في المعدة هتنزل لي مين قال لأمعاء الدقيقة يبقى العضو اللي بعده قال لأمعاء الدقيقة طب فيها الأمعال الضاكيج دي فيها عصارتين عصارة الكبد وعصارة البنكرياز عشان بيكمله هدمي الطعام بعد ما تهدم الأكل اللي مش مهدوم هيروح فين الأمعال الغليزة اللي هيطلع عن طريق الفضلات بتاعتها طريق فتحة فتحة الشرق خلاص دي سنة ربعة ثانية مكونات الجهاز الهضم فم مريء معده أمع الضاكيجة أمع الغليزة فتحة الشرق فم مريء معده مع الضقيق أمان غاليزة فتحة الشر طيب بصوا كده الجهاز اللي قدامنا ونكمل رقم واحد شطرين الفم اثنين المريق برافو عليك رقم تلاتة المعدة رقم اربعة الأمعاء الضقيقة رقم خمسة الكبد رقم ستة الأمعاء الغاليزة برافو عليك وسنة ربعة طيب الأول يعني إيه عملية هضم أنا قلت هي تحويل الغذاء من مواد معقدة إلى مواد بسيطة يستفيد من هالجسم يبقى الهضمة عبارة عن إيه؟ هو تحويل الغذاء من مواد معقدة إلى مواد بسيطة ليستفيد من هالجسم صاحبنا فاروق قال كدعة اللحمة اللحمة دي صورتها إيه؟ صورتها معقدة مش هيقدر يستفاد منها تمام؟ أول ما بدأت عملية الهضم في أول عضو فيها اللي هو الفم وبعدين البلعوق اللعاب وبعدين المريق وبعدين نزلت المعدة كملت هضمات تحولت لسائل بسبب الإنزيمات وبعدين لقمعها الضقيقة وبعدين لقمعها الغليزة فتحولت لمواد بسيطة قدر الجسم يستفد إيه؟ يستفد منها يبقى الجسم بيستفد من المواد البسيطة لكن المواد المعقدة لأ ما بيستفدش منها يبقى المواد البسيطة هي جزاء مهضوم في صورة سائلة المواد المعقدة هاي سانة ربع قال لي هي جزاء غير مهضوم زي قطعة اللحمة شكرا